موسيقى مجهز الأخبار من التناصح حياكم الله قال مسؤول مكتب الإعلام بمشاة السائقة رياض الشيبي إن العمليات العسكرية بمدينة بنغازي أشكت على الانتهاء الشيبي في تصريح صحفي ذكر أن العمليات العسكرية لازالت مستمرة بينهم وبين قوات مجلس شوار ثوار بنغازي هذا السبق أن أعلن مجرم الحرب حفتر الأربعة سيطارة من إشياته على مدينة بنغازي وانتهاء العمليات العسكرية بها قال المجلس الرئيسي المقترح إنه تواصل مع دول الصديقة لردع ما أسمها تحركات المشبوهة حول العاصمة طرابلس الرئيسيه في بيان له أصدر ليلة الجمعة الجمعة عفواً حمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحثث حول العاصمة وضيفاً أنه طالب مقواته المتوجدة بالمدينة للاستعداد لمواجهة المجموعات الخارجة عن القانون حسب البيان هذا شهدت العاصمة طرابلس اليومين الماضيين اشتباكات بين مجموعات تابعة للمجلس الرئيسي المقترح سقط على أثرها عدد من القتل والجرح قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المحل محمد الشعيب إن ما يحثث في لهاي من تعدين الاتفاق الصخيرة يعتبر خرقاً للقرارات الدولية حسب ما ذكر الشعيب في تصريح الصحفي استغرب موفقة أعضاء مجلسه على المشاركة في هذا اللقاء وضيفاً أن هذا يزيد من تعقيد الأزمة في ليبيا على حد وصفه دعى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الخميس إلى إيجاد حل وقعي للأزمة الليبية في سبيل مواجهة الهجرة غير الشعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط انتلاقاً من الشوطة الليبية وفق قوله لودريان عقب مباحثات مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو قال في مؤتمر صحفي مشترك بروما إنه من الضروري إيجاد حل وقعي للمسألة الليبية إذا ما أردت تعامل مع حالة الطوارئ التي تمثيرها الهجرة غير الشعية وشدداً على أن ليبيا بلد مهم ويشكل أولوية بالنسبة إلى أوروبا وفي الخبر الخير لهذا المجلس حيث أبدأ وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في إعلان صدر الخميس موافقاتهم بالإجماع على تقديم الدعم المالي المادي اللازم لليبيا لمساعدتها في ضبط حدودها وزارة داخلية وفي اجتماعهم غير الرسمي في تالين وافقوا على دعم ودارة الحكومة الإيطالية والتي تنص على تكثيف التعامل مع الدول الأفريقية كما تنص أيضاً على منح إيطاليا أموالاً من السنديق الخاصة بإدارة الهجرة واللجوء ختام هذا الموجز في أمان الله